إشارة إلى المقطع المتداول واللي يظهر عمالة مخالفة استولت على كميات من المواد الغذائية منتهت الصلاحية معدل الإتلاف ونقلها إلى خارج مدفن النفايات البلدية بس لي يعني علقت على هذا المقطع خلنشوف جزء من المقطع ونرجع هذا المحرق قلالهم 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 هذا لي عمال يبو ومازد يحملون من المحرق تفهم في شئ قلالهم وح Psal Giant حسين قلالهم 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 هذا قلالهم طبعاً تود أمانة منطقة الرياض بأن عند مباشرة أعمال التلف تم إتلاف 25 طن من المواد الغذائية حسب البرنامج المجدول للإتلاف في ذات الوقت عندما أرادوا أن يتلفوا هذه الكمية تسلق مجموعة من العمال المخالفة تسوء أسوار المكب وتمكنوا من الوصول إلى خلية التفريق في المدفن مما استوجب استعانة من فرق الأمانة بالأجهزة الأمنية واسترداد تلك المواد الغذائية واستكمال إتلافها هذا طبعاً في مكب النفايات حول السليل صحيح؟ صحيح وهذه حقيقة فرصة أنه أمانة الرياض حقيقة انطمرت المواطنين أنه تم الاستعانة بالفرق الأمنية لإرجاعها المواد الغذائية لمكب النفايات وتلافها وعدم مصولها أيضاً بطرق غير نظامية للسوق مرة أخرى ممكن نقول الوعي كذلك المواطن الذي يصور يعني ممكن أشعل شيء أو أشغل شيء في الوعي وأن الأمانة فعلاً تابع مثل هذول جاسين يخضم المحرقة أشياء توقع أنها مفيدة بالنسبة لهم لكنها ضرر بالمواطن بالفعل نهاية إذن نتقل